موسيقى 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 نترقوا شوية الجاليتنا الموجودين في روسيا أيضا محاضرة معنا إن شاء الله من خلال ركن الصناعات التقليدية مدام رجال عيديك كل أسبوع اللي تحاول يكون معنا ضيوف ونحكي أكثر على صناعاتنا التقليدية كذلك عاد الجعفور وركن الديكور هذه فكرة تقريبا على حساتنا اليوم بش نبدأ معنا غم نغم الفنان ملحم بركات اللي توفى مؤخرا بتبع تحية الروح الفنان الكبير ملحم بركات موسيقى 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 قفت الحمامة وقالت ليه وعن شو حميبي وصفت ليه بيت الحمامة وقالت ليه عن شو حميبي وصفت ليه درفيت الحمامة وقالت ليه وعن شو حميبي وصفت ليه بيت الحمامة وقالت ليه عن شرق أبيدي وصفق الليل ترقاني بغرامك بيردي كلامك ترقاني بغرامك بيردي كلامك ترقاني بغرامك بيردي كلامك ترقاني بغرامك بيردي كلامك ترقاني أنا 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 أو ما يا لا يا الليل يا لأيدي يا عيني يا ليدي يا يا موسيقى موسيقى برأسك أنا غلآن يا حبيبي أنا غلآن برأسك أنا أنا غلآن برأسك أنا الله أكبر مصبوط أنا بحرجين كورتاج مصبوط موسيقى أنا غلآن يا لي موسيقى بجمالك برأسك بشعالك يا لي موسيقى 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 أماماً موسيقى 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 مليار 146 هذي فمنت أعمال كبير قعد يقوموا به معناها أعوان وإطارات الديوانة وهناي بالمناسبة زي كيف كيف في كل المنابر نحيي والأعوان هذو مع النتائجة متاحة معليش خدر فما عمل كبير برج فما عمل استعلاماتي فما عمل استباقي فما عملية نوعية وقعد نشوفوا هنا في العملية نوعية بشوفوا واخرها سنة 2016 من الدخان والمواد الكل نحنا مسينا مواد الكل باش الانسان اللي ناوي باش يستثمر هوني في أي قطع من القطاعات لو يعرف اللي فما حماية وفما إطار تشريعي وفما جانب بتاع استراتيجية في معناها بعث طمأنه اللي هو بشي يجي يساهم في دوران العجلة الاقتصادية هذو من النتائجة متاحة تشوفوا فيها معناها بمختلف معناها أنواع البضاعة شفتم معناها سورته هنا في الخيرات متاحة في المساهمة متاحة في معناها الحملة الكبيرة برشنة عملوها على التبق شوفوا هنا في المواد المخدرات والملاشتات معناها قاعدين نشوفوا بالأرقام اللي نتائج متاعنا قاعدة تمس كل ما يهدد الأمن القومي منتاع البلاد والأمن القومي منتاع البلاد رأوا فيه كل شيء في حتى النظام العام السحي هنا أسلحة وذخيرة في علاقة معناها التهريب بالإرهاب وفي علاقة معناها كيفاش تكون توفير الأسلحة والذخيرة من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية وإدخالها بطريقة ملتوية إلى التراب الجمهورية من أجل معناها زعزعة الاستقرار متاع البلاد وهنا تصديمتعنا كان كبير برشنة مبالغ مالية كما نشوفوا قاعدين هذا في علاقة التهريب بغسل الأموال بغسل الأموال تعرف اللي فما حجوزات كبيرة برشنة من العملة الصعبة قامت بها الوحدات تمتعنا وهنا نحيي كافة الوحدات الموجودة الترابية ستة وحدات معهم الوحدة البحرية راهو كينحيي ونحييوا الديوانة لكل راهو الديوانة راهو في إدارة عامة مكاتب حدودية مكاتب جهوية إدارات جهوية وفيها إدارات الرقابة اللي قاعدة تصل على مراقبة جوانا البضاء هذه عملية من عملية النوعية اللي صارت سنة في شهر فيبري اللي متعلق بالمرجين الفوشيك زادة كيف كيف شوفوا الكميات الكبيرة متاع الفوشيك هذية وهذية راهو قاعدين يقوموا به يوميا ورغم أقول لكم الظروف الصعبة اللي قاعدين اللي معناها أعوان ديوانة يعيشوا فيها فما وسائل متاعنا ما زالك ميش متطورة مقارنة مع النجاحات متاعنا لكن فما رؤية جديدة وفما دعم جديد وفما إخيراتنا في الإرادة السياسية وفي معناها سياسة الدولة العامة في مجباق هذه الضواء المعاد المختلفة كتشوفوا رساس ونحاس وسباك حب نقول اللي راهو بمعناها تقديم النتيجة ذية لنعودوا نأكدوا راهو نقعدين نقوموا بمجهودات كبيرة هذي نحقوا بنجاحات كبيرة من أجل معناها تحقيق الاستقرار الاقتصادي باش نعايتوا لجاليتنا المقيمة بالخارج باش تجيء اتساهم في دوران العجلة القليل عقيد انتي توح ورينا بلغة الأرقام أما طمأنة الجيلية التونسية معناتها يمكن بطريقتك انتي شون المساجر اللي نجموا نقولوا هولهم لأنه ساعات الأرقام أكيد عندها أما انتي للمواطنة اللي قاعد يشاهد فينا الآن المقيم بالخارج ويحب يتمين يحب يعرف الوضع ككل معناتها يا إخو فكرة شو تقوله في مساجرك نحن فعنا علاقة مع الجادية وعنا علاقة مع بعض الناس اللي تطلب بعض الاستفسارات مع مسالح الدمانة تحب الجيد تستثمر لك فما نوع من الهاجزة الخوف الهاجزة الخوف يقول لك فما أمور اللاقانون فما التجارة الموازية فما معناها ضرب الحائط للإجراءات القانونية من قبر الناس اللي متمردين على القانون نحن نقول لهم نحن جاهزين ونحن بشتردهم لكل مدارة ذيا والنتاج خير دليل على ذلك أكثر من ذلك نقول لهم يجاوا بش نسهلو لكم كل الإجراءات من أجل دعم الاقتصاد الوطني بش هوا ما بيدهم يساهموا في بناء مقاومات الدولة عنا مكلمة هاتفية يا عقيد خنأخذوهم بعض من كتفي الموضوع متعنا ألو بحذينا لمية من إيطاليا معانا على الهاتف ألو ألو عسلامة ألو عسلامة أسباح الخير أسباح الخير والأسباح الخير للسيد البحذيك مرحبا يا أسباح فيكم عقيد لا سعد باشوير مرحبا نتشارفو أختي أنا أول حاجة نحب نهنيك برشا برشا برنامجك ورعنا قاعدين نتلمون نتفرجوا في البرنامج وفرحانين برشا برشا وريك مهم ستنا برشا ذي الله خلس نهار السبت ما تتعرف يا عيشك رب بفضلك وذي يسعدنا برشا كي هو البرنامج هذا لكم وتوم على المقيمين بالخارج أرجو سعد لك الناس ما وعاك تشوفو فيه تفضل وذيذ يعني تأذبني عندك تحتي في كل شيء معنتها برشا خذيت والله أنا لا كنت نعرفهم يعني في تونس كيف متاع اللي بيس تقليدي برشا خذيت والارتزامة والكل يعذبوني يعطيك صحي لم يا شو سؤالك يا عطيك صحي بي لم يا عندك سؤال الهولة أنت يستغل فرصة يا لم يا مدام العقيد موجود بحبانك ليش اللي سؤالك أتنا عالتا قطلع الديني أسمعني أختي أنا عندي حاش فيه ما تمنيش بشنيش كبركة ما نيش بش أنا متاحا زيت تايرين علي أنا بغيسك عندي حكاية خمس بشن سنين 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 غربة بيت سبقني كل والنهبت أنا بحكم خدمتي رازي ساعاتي هابت هو بالكرب ونخلتانها بالطيارة الحق في المتار ما نقاوش حتى تعب وحتى أشقاء والله يرحم والديهم القول لكن تي نهبتو بالبطو أختي منس الكل والي تهربة صور أنتي معنتها زود كان يجيز زود سيكار بورطو أخنا نخلصوا في الجينوفا نخلصوا على مقبل ما كنتش في الحكاية هذي طولي تنزل ما كتخلص عليك الفاليج اللي تحطها كي نبدأ بلاش كاراتا بورطو مش هذي مشكلة نخلتو لتونس لعذاب لا زرق سمخني في الكلمة المرار بالنسبة للعبات اللي هزوا في الدباشا كل الخطوة اللي بشي طلعت أنا ماتا نحشم خطر أنها بطا حدتي معايا هي أبوها من معايا معنظها فيه حشمتي الكبيرة وقت سألتني قتل يخي ما عندكم سرسون سر يعني بش نطلعوا من لوتا بش نوصلوا للصالة تفهم سيق اي نفهم فيك لله متى بيه كانت حشم احنا في الجينوفا متى أكيد تعرفي كل شي عندهم كل شي بو مش هذي السيدي اللي طلعنا في بلش معناتها فالي عشرين كلفا يقول عسيني كارونتو غوط عسيني متى هو ايو شوت ويحسن باللاورو صدقني نحسيني لك بكل صدق يا لمية نعم تفضل هوا حذرة العقيد بش يسألك مرحبا بيك يا أخت لمية ومرحبا بكيفة الجيلة موجودة في إيطاليا سمحني كنت لين ياكا لا 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 هذي كان تتحكي بالي تعيش فيه شوف الصراحة باه يا راهو وناس كل بش نساهموا في عملية الإصلاح وانتوما راهو كي بش تبلغوا على بعض التجوزات وبعض الشبهات راهو هذي فايدة للمجموعة الوطنية وهذي مجهود وطني قاعدين ناس كل ساهر عليه خاصة الديوانة قاعدة تساهم في بجزء كبير برشة في عملية المعالجة للمواضيع هذي بربي أنا سؤالي ليك سمحني كنت قصيت عليك عنا حطر ديوانة راهو ما مثالش لا شوف أنا 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 بش نحكي بش نحكي فيما يهمني أنا كجهاز ديوانة كان عندك إشكالية تنجم تعرضها تبسطها طوال نحب نجاوبك عليها مرحبا بيك إذا كان فما تجاوزات ولا فما نوع من الممارسات اللا أخلاقية ولا فما المعاملات الغير قانونية ممارسة من قبل أعوان ديوانة ونقول لك أعوان ديوانة راهو اللي يلبسوا الزي اللي عنا اللي باسم تاعنا اللي هو معناها يفرق الأطراف الأخرى المتدخلة في حلق الويد ونأكد لك حاجة اللي راهو نحنا قاعدين سهلين بالمسؤولين المحليين اللي موجودين على عين مكان للرقابة والمراقبة التجاوزات هذي نحنا قاعدين نخدمه لكن إذا كان أنت عندك وستنعملنا بصورة معناها تنجم تقول استثنائية واللي هي معناها سامت في نجاح الموسم اللي كل الأعوان وقعوا معناها تركيز اللافتة اللي عليهم اللي فيها الاسم واللقبة متاعه موجود والرتبة متاعه اللي بش تسهل أي تجاوز وأي إخلان يظل بش يتم تفتل ليه من قبل المسافر اللي جاي من الخارج وداخل إلى تراب الجمهورية كان فهمة إخلالي التجاوزات راو أنت بيدك بش تساهم معنا وذي راو مش عيب را بش نقولوه كان فهمة تجاوز لكن هذه حالات معزولة وما تمثلش الأغلبية معناها رجالات وأعوان الديوانة اللي قاعدين يخدموا ليل النهار من أزل تكريس معناها المعاملات المثلية لم يا شكرا لك على المكالمة سمعت العقيد ديش قال لك شكرا لك لم يعطيك صحة كنت يعطيها الصحة على التدخل المطيحة باي عقيد بش نجمو نخدمو قلتك رسالة تمأنا وما نشوف الرسالة الموجهة لكافة نحن عملنا النتائج هذه وقاعدين راو ديما نفسحوا النتائج متاعنا على مختلف وسائل العلام المكتوبة المسموعة المرئية وهنا يراه معناها يومين قاعدين نحزوا قاعدين نخرجوا وسائل علام ونذكروا بالنتائج متاعنا وبالمجهودات متاعنا نحب بالله نعرج على قوس صغير ونفتح قوس صغير فما حوار صوحه في أجريته الأسبوع عذيه لكن تم إخراجه من السيق متاعه لكن أنا نقول راه وجه نقول حاجة مهمة برشها راه هو نحن منخرطين في منظومة متاع اسلاح وبعض التهم الموجهة اللي كافة اقترات وعوان ديوانة بالفساد إلى غير ذلك راه قارينة البراء قارينة دستورية ومن الدعاشين فعلي بيته البينه على مدعاء اللي عنده ملف اللي عنده أي ما يثبت تورد عوان ديوانة وقال لا الشباة في أي ديوانة راه يتفضل به اللي معناها إدارات الرقابة المكلفة بالتحليل هذه المعلومة إذا كان ما عنده شثيقة فينا نحن يلتجأ إلى القضاء والقضاء هو الفيس المبينات هذا هو شكرا لك عقيد مواصلين توا مع فقرة مساورة وصناعة الخشب من خلال فقرة هذه مع مدام رجال عيدي موسيقى 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 وهناك كل الأسفل فيه ربما يريد أن يحب اللوح من كامل التراب الجبورية حتى من الخارج اليوم وقالتني الملات التي تعرفت في تونس تسكن في الخارج وقالتني أن تحب على حاجة لذا يفرح برشا مع أنها في باية اللوح جيتنا لنا نحن سمعون مجرؤس فرحان في افريقيا. كلمتني تحب على بش نبعث لها حاجة لأفريقيا. دونك ما كدبش هذي الحاجة تفرحني برشا. معتا كمم مما الإتخانجي يخمو فينا نخدم مطمئة دو الإكسبور مش برشا الحق. ما فما نيس يجي تتضرب في القطع نبعث لإيطاليا بعث لفرنسا. ده بتتشوز ما حمدلله سافي كمم بلزير. سافي بلزير اللي كمم ستلاختزانة التونيزية معتا لصناعات متاعنا لبررة. وعننا برشا مواطننا في الخارج كليونيتنا زيدا برشا. ونخدم برشا اللي بخيفة أكثر من الإدارات. معتا لنخدمو دي ميزان دي فيلا أكثر من إدارات ومن حاجات أخرى. بب هذي بديت فكرتو من أم بلياج. جينا ساحبنا نهار بحذي نعمل أم بلياج بالpapier. وبابا كيرا البلياج قال لازم ننقى فكرة بيش نخدمو على اللوح. بدين عمنا ديزيسي أنام ساميتو الصمبولة خاطر إلا لفرم دلبي. مخدمين دي لات مصاتر مصاتر لوح ينتخس نعملوا تخساج عليهم. وبالحوتة والمربوة. ديزيسي يتحفر. بعدش يتلسقوا ويتفينسوا ويتحكوا باليد. بعدش يتلسقوا بالمناسبة للنزل اللوح. وبالنزل اللوح唯اء قد يتحفر. بالقناة بالغزر مع الإخوذة. المنزل من المفترورات ومن الأسسوات عامة مع الإخوذة. ويبدل اللوح تطلع مختلفة يعني نجبو نشخص حتى اللمم ديسان نفس الجينة ونشانجون الإسسانس دبوا دايور عندي ديفيران إسانس دبوا كنتحب المريهم لكم أفريقية أوروبية إكترا الانسان نجم يختار كيف كيف هنا معمول في بيب ينجم يكون في موبل مش لزم في بيب السيف دونك هذي يعاود شوية موجة البحر من عاش كنترا سيكم دي فاق كيف كيف حلا نحب الطبيعة دونك ناخذ منها الانسپيراسيون هذي مخدومة كيف كيف بالليد صدقني البنات بيش يوصلوا يعملوا هاللغان دي نوصلوا يديهم تتجرح قديش يزيم وقت بيش صدقني بن أمراجي قطع كيف هذي متكملهاش أفان أموا إن بوخت برك مرحبا من جديد بكل مشاهدينا بحضنا مدام رجل عيديك كل أسبوع ومعنا ضيوف مرحبا بيهم مرحبا مدام رجل نحيي وزيدا نجيب الحاج مرحبا بيك ناجيب كذلك رشيدا السيرسي مرحبا رشيدا جيو من المهديا مرحبا بيك نجيب مرحبا بي بش نحكيه على بروجيه كامل بروجيه اسمه تيلي تانيت بش نحكيه فيه لكن قبل هذا مادام رجيك العادة بش عم بينا دورة وبش نحكيه زيده على الملتقى الخمسة الذهبية كرافض للتطور والإشعاء احنا في مجال الابتكار انطلاقا من مروس الحضاري وضيوفنا بش نحكيه على قليم اللي هو التطريز هنا نحبي عوجيه على الخمسة الذهبية اللي هي مشلوس سنة 2017 للدورة 2019 دونك بش يكون التنظيم متاحة كالعادة من طرف الدوان الوطني الصناعات التقييدية لحسن التنظيم وتطوير هذه الخمسة تم تنظيم مرتقعة بالدوان الوطني الصناعات التقييدية عن بعض الصور اشرفت عليه سيدة سلمان لومي وزيرة السياحة والصناعات التقييدية بحضور عدد كبير من مصممي الأزياء اللي شاركوا في الخمسة الذهبية واللي مشاركوش في الخمسة الذهبية اللي هم مسيرة متميزة في مجال الابداع والابتكار انتلاق من المروس الحضاري. هذو بعض هذو من الحضور هذو من كل مصميمة زيال اكثر متاحة جاءوا من مختلف الجهات والاسامي المعروفة هذا كان فيه تبادل اراء ومقترحات جدية ان شاء الله بيش تتمكن من تطوير الخمسة في البداية من الدورة التسعة عشر. انتلاق من الخمسة نقوله اللي طول خم أبار عديد الاسماء معتا ولو معروفين على الساحة وانتلقوا احنا نقوله سيدي كمبيتونس سيدي تالون كيوان يمانيد لخمسة. معتا الخمسة اخرجت اسماء معروفة. من الاسماء هذي نحب نحكي على دليلة رشيدي. اللي هي متحصلة على الخمسة الذهبية. اللي مبتكرة في مجال الحايق. ونعرفوا لي الحايق اللي هو نسي جدوي. كما اللي لابتت وانت اللي ماذا؟. والابتكار هذي متاحة هي. يعطيها الصحة معانتا نحس دي ما تعمل حاجات جديدة ومبتكرة. اه شفي بيه والقوة. اه وحنا قوينا ذي التصوير عادة. ما قولنا. احنا الكولكتيف فنحب نقول الانتراباراتي الكولكتيف بيتونسي. اللي نحاولوا باش نطوروا اللي باس تقريدي. اه محليكم. هنا في مجموعة حاضرين لكلنا لبسي اللي باس تقريدي. واللي تنول كلهم من مبتكير مبتكرات في مجال اللي باس تقريدي والحولي. كل واحد شنولي لبس. هنا احنا ثمانيا ينسيه. اه 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 اوتور دين تابل. لكلنا لبسي لباس تقريدي. نحبه نعطيه الفكرة انه الناس راه نجمو يكسوا لباس تقريدي في كل مناسبات. يوميا. واه اه اه ايضا في مناسبات اخرى. يوميا برنوس هذا. حب نحكي عليه. اللي هو من الحقيق. اللي هو من نجاز واستكار المصممة دليلة رشيدي متحصلة على الخمسة الذهبية زوز مرات. القوة متاع العمل متاحها هي انطلقت من الفكرة اللي خدمت فيها فلاء اللي سامي بن خليفة اللي كانت هي بخي كورسور في اللي زاني سواصان الى انو بليل حايق. ومكنت المسيرة متاحها اه خرجوا منها ناس كما دليلة رشيد نشوفو هنا بعض النماذج اللي قدمتها في الخمسة الذهبية خذيت عليهم اه جوائز اه اه اله الحايق هو ابيض وكحل ولكن هي القوة متاحها اني لونته لونته واخرجته في دي كولوغ تندانسة وخذيت بيه الزوز جوائز اللي كولوغ تندانس اللي هو مالص فارو لازر خانسيت لاغموني دوكولا. عطته روح اخرى. روح اخرى نحب نوجه لها تحية اه اه هي وكل من يساهم في الخمسة الذهبية اللي مكنت من انو عديد المبتكرين يوميا وكيما توسي نجيب اللي هو ابتكر في قلم وعين. بعمش نجيوه نجيب. بعمش نجيوه نجيب ومرحبه بيه من المهدية نورونا. هو خلينا نتعرف عليه نجيب ونتعرفه بالاخص على البروجيه هيدا الكبير اللي قاعد يخدم فيه. اه تيلي التانيت هكا احكينا عليها اكثر نجيب مرحبه بيك. اه نشكركم على على الاستضافة. محبه. دونك اه حبيت نحكي على تيلي تانيت هو هو مشروع لكن لحقيقة مونش مشروع هو حلم. حلم. حلم وهدف. اه انفات الوالدة بتاعي هي ترازة. اتعلمت تريزة بالخافة معنا. هي ما خاطحنا في المهدية اكتريت ونسيهم يتعلموا تريزة. اه شوه معنا اتعلمت تريزة حبيتها. اه بعد ما كملت الدراسة بتاعي معناها الباك باك تيكنيك. احبيت انطور الصناعة التقليدية او اللي هي تطريز اليدوي. ديزان تكستيل. دونك اخضيت سبيسياليتي ديزان تكستيل في مستير. وبعد ما كملت حاولت نعرف نتقرب اكتر للموضة نتقرب اكتر للمستحقات معناها الشعب التونسي العصري. دونك اتطورت الفكرة باطلت جلستها في تيلي تانيت. اللي هو عالش نقولوا احنا تيلي تانيت. تيلي هي كلمة بربارية نقض بها الضل. والتانيت هي الآلهة الفينيقية البربارية. دونك كل مرة في تونس وقت اللي يتعرس تعمل فورما تاعتني. كالكسوا هكا. كالكسوا الفورما تاعتني. دونك السمبول هذا ياسر قوي. والضل نقصد بها كل لباس التقليدي اللي من كل جهة هو غني بالموروطة الثقافي اللي عنا. دونك حبيت نحكي على المرة هذه اللي تحمل على العالم جسود. هوني هينت سابري شو شنو اللبسة من عندك. آس. خرين البرشيت. خدشوفوها البرشيت تبي. حلوة برشة هذي. حلوة برشة. وخرجت الفورم جو طوحة. نقلبوها. فما حاجة من تلي هكا. خلوا يقلبوها. نا سي لو ما فيدو اه. اه. دونك فيها. اه. اه. جنو. بس سما. اي. 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 دونك. اه. فيها. اه. 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 دونك حبينا انو انو البرشيت هذي تكون مع الوقت. تمشوا تزيد اكتر القيمة بتاحها. اه. اه. حب العبودرة لا أعرف كنت أختار عملنا تدريبا تغشير تضع تدريبا 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 ما هذا ؟ شكرا خلالك لأنهم جميعهم لا يمكن أن نتصر في التونس ودى الكلمة والمساطب ولدى النوار شكرا شكرا رشيدة رشيدة سفاكسي مرحبا بك مرة أخرى رشيدة هي معاك في البروجيت هي حرافية من ضمن الحرافية من حب شقول حرافية أنا عندي عندي معناها أنا ما نقولش حرافيات ما همشي ترازيات أن أقول ابناتي هذه العلاقة الوطيدة بينك بين حرافيات متاعك لثم تكامل كبير معاينة بعضك منشي أن يقول مصمموا هم حرافيات مبعضنا هي عائلة وحبت نبدل الأسلوب بتاعتها تريز لادو يكونوا في الدار يكونوا بغير ضمان اجتماعي بناتي نحب نعمل ضمان اجتماعي من رواليت كمرة بناتي تضمن لهم المستقبل المستقبل بتاعهم زادة كيف كيف يعطيك الصحة حتى زادة وقت اللي يعطيوه وقت للخدمة نحاول نعطيهم حقهم نجيب خلاها يا زادة تحكي شوية تحكي شوية على الخدمة بتاعها على الاكسپيريانس معاك انا في بير جيبت القرغيف جيبت القرغيف باش توريه باش تقدم هيدي في المتنا احنا خمسة بنات محترفية ننجم نتكر اسميهم بتبيعت حيوم القرغيف خمسة بنات لوهيبة زينب فاتمة وألفة احنا خمسة بنات نحب نتقدم نعملوا في الخدمة كوشيتات لابسات وحبوا نتطوروا تطورناها من صناعة تقليدية متاعنا تطورناها وردناها لابسات وردناها كوشيتات والخدمة هذه أهم حاجة فيها هي الإتقان معانتا حاجة متقونة فيها الجودة معانتا حاجة تأخذ الوقت ومعانتا أكثر الجودة معانتا حاجة فيها طفل دروحة نحن نتطوروا ذون يخطوا التصميم ذون ما بعضكم ما بعضكم ما بعضكم معانتا هم المتخز لتكنيك ولكن حتى في التصميم ما بعضكم نشوف اللي انتم تطورتوا وتشاركوا شاركتوا حتى في معرفة في الريزيدانس دو فرنس نذكر في دار كاميلا دار كاميلا غاديكا فينكتشفتكم نحيي المجهودة تقوموا بيها برشا العمل متاع الحيرافيات انت اختير الحيرافيات كيفش كاد معانا هتين دراع حسب العمل متاحا ما حسب هو لا حتى العمل احنا طورناه معانا هون مامو احنا في مهدية كل حيرافي تطقن معاناها قلم فوالا ايني ابنات ولاول كليكا خطر انا عميستي انسامل انسان بولي فالانس فوالا بولي فالانس لكن اهم حاجة الحب للطريزة حب المشروع معانا ايني اختياري لبناتي كانوا حب كيماني حب وحلمي لتليتاليت هو مزادي كيف كيف كيفش مش تموحكم بالنسبة اللي خلينا تحكي شوية راشيدة زيدة تدخل معانا شوية في الحديث والمشروع هذي اللي هو كي ما قالتا ونجيب انتو ما تخدموا فيه لكل كل واحد من كيفش تشوفه كيفش تشوف معانا انتها مستقبل البروجيه هاذا كيفش تراه ناي مستقبل زيه دونك يصب علينا في دمان الاجتماعي وامور الاركحة يا أه وفي العمل معانا ايني تقول تقنيت زيه الخدمة معانا عندكم تكوين تخوموا به معانتا بيش تطوروا العمل متاكا ني احنا نوريه لبعضنا ناي هاي كالواحد توري لصاحبتها الحاجة الأقصة فيها صاحبتها تكملها أختنا كل اخري وكيف تقدمنا زيدا بعد أن نشوف بعض الألبسة تعمل فيها نجيب كمال تونيك هذه هي انسبيغي من القمج المعروفة في المهدية التي ترجع للإيقافة فاتيميت إذا كان الشيء موجودة كان في المهدية التكنيك هذه دوك ننسبيغي وعملنا دوز أوفر اللي هما 100% مانويل كوليكشون عملتوها؟ نعم هذه اللي قدمتوها في دار كاميلة في دار كاميلة في دار الامباسادور تاع فرنسا وبعطنا دي بوشات دي دي لسان فرانسيسكو وحمدولله يروب كلتا على دار ذلك في بعطنا لأمريكا دونك طولة 포شات يسانه u estratégذانة أن يجباوهم مع الأخل لديهم ده دات لأ KOIL- tomorrow نحكي فيه esse separate نحكي فيه اسم التارازة besl nie qui nack what a gu ked Bowl نحنتم إتكرى اسم الناسجة تع قروين أتهاتن غير قسيتم بكتاب الحكومة لدي نتواجه الجديد لاama حشكو ر Parents نشوف نجيب من هو نجيب مثل اللي في اللي نحكي لديه قمام بتحق Region الحرافية والحرافية معها مشكول جدا. سنقول يا ليتو كان كل المشاريع تكون هكا. فين تروجوا منتوشكم بخلاف توشفتكم في دار كاميلة فين اللي حب ياخذ أكثر فكرة على المساجات متاعكم. هو ان شاء الله هيربي قريب بارشحب من فهم ميزون دوت في المدينة دار بالقاسم بشكون اكسبسيزون غادية. الفيتون من سلاعزم والاربيان ملتاوشتكم في ميزين فين سنة نوفمبر بشكون خاطر يتجب ان تشوزي ان يقوم يقوم بسيق كل اسماطي كمساجتهم كينت líي تراني. تانيت كل من هو كفائها الوقت 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 نجيب معتش الوقت في هي نوفيل كولكسيون وحبت بقى قبلك يطورت الكولكسيون اللوله حبيت نونجاجي أكتر نسي دونك إن شاء الله هالكولكسيون جديدة مش مش نطول برشة حبي يكون فيها أكتر انجاج مم بتاع طرازات إن شاء الله وأكتر طرازات متاع بنات إن شاء الله شكرا لكم شو نواصلوا طوام مع الفقرة الموالية واللطاقة البديلة موسيقى السنوات الأخيرة المناخ العام حتى في باريز تبدل خاصة بعد الهجمات الأخيرة وضع العربي ووضع العربي المسلم خاصة نظرة الآخر تغيرت يعني كماش تعيشوا المناخ الجديدة كمثاقين مقيمين في الماست والله المناخ تغير فعلا وأكتر تصرفات الناس مع نقول العرب شمالا تغيرت بشكل سريع وكبير هادها ما يحس بها إلا اللي عاش سنوات طويلة في ما يخفاكش أنا عندي حوالي 20 سنة في فرانسا تغيرت الأشياء في الإدارة في المعاملات اليومية مع الناس هناك نوع من التوجس والخوف نحاول ما استطعنا أن نغير النظرة هذه طبعا بأسلوب حضاري في التعامل مع الناس في الخطاب معهم في التصرفات شكلا ومضمونا ولكن ما نخفيك حتى في الإدارة تغيرت الأشياء نعم إبداعيا إلى أي مدى هذا المناخ انعكس على نصوصك الأخيرة والله لابد أن يكون هناك انعكاس أنا منشي مش نحكم نقديا على التطور اللي يقع في النص ولكن نحس به هناك تغير يعني لابد أن يكون الجو العام يكون له دور في ولادة النص وفي تشكل تعرف أن النص ينبع من تجربة الإنسان من حياته من هواشه ولذلك لابد أن يكون هناك نوع من التفاعل بين النص وبين حياة الكاتب أو الشعر كمان هل بالإمكان الحديث على كمال بواجيلا ما قبل باريز وكمال بواجيلا بعد باريز يعني إلى أي مدى ما كتبه في العشرين السنائي ينقرط ويندرج في إطار أدب المهاش ضروري هناك يعني الإنسان يتغير حتى في نفس المكان مع الزمن لابد أن تكتسب التجربة أشياء جديدة فما بالك في هذا التحول من مكان إلى آخر فرنسا تعرف وخاصة باريز هي في الحقيقة عاصمة للثقافة كل الثقافات موجودة في باريز ولا بد أن تتفاعل معها حتى وإن كان عندك رغبة في الانطواع أو الانعزال لا بد أن تتعثر بالعيش في باريز وهي فعلا تحدث من خلال تجربة الشخصية فعلا تجربة باريز هي تجربة رائدة تشوف حاجات أخرى وثقافات أخرى وتتفاعل مع نص آخر وأنا ترجمت عدة نصوص من الفرنسية إلى العربية لكتاب وشعراء معروفين فرنسيين وكذلك في الاختلاط اليومي وأيضا استغليت الفرصة ووصلت دراستي في الجامعة هنا في باريز فلا بد أن يكون هناك تغير نوعي في التجربة وفي الكتاب وأتصور أن باريز خاصة هي فرصة الحقيقة لكل الكتاب والشعراء والمفكرين عندما يمرون بهذه المدينة الكوسموكوليتية العالمية لابد أن يحس القاري والنقاط بهذا التأثر وبهذا الانتماء إلى تجربة جديدة أحبك عادة أنسى التفاصيل أنسى الكلام الجميل أنسى ما كنت وما سأكون وبين حلم وحلم أقتنس شهوتي في مزاد العواطف وأحمل القلب خللا في المزاج وارتباك الفصول أحبك وألوذ بالضوء كم مرة ينزع الليل سترته كي أراك وينبهر الصبح بي وبك على غيمة راجفة ويندلع الأقهوان احتفاء بنا في خفقة الأجنحة وانهمار السيول هل رأيت الخيول تغادر دون احتباس المشاعر في ظلال الجفون وهل كان لابد من موعد وكلام جميل وبعض التفاصيل لأعرف أو تعرفين أني أحبك تعدن أحبك حد المجون وحد الجون مرحبا من جديد بكل المشاهدين مواصلين معكم وش نحكي وتوى على أيام قرطاج سينمائية لدورة 27 واليوم الاختتام الأيام والحديث على أيام قرطاج سينمائية بحثنا سينمائي سيريدا الباهي مرحبا بيك سيريدا أهلا بيك مرحبا سيريدا وبتبعك قلوا سيريدا قلوا فيلم أيضا يوه حدث في أيام قرطاج سينمائية زهرة حلب زهرة حلب الفيلم هذية لتعرض في أيام قرطاج سينمائية وبكوش نحكي وعليه هكيد احنا هوني يمكن هي من خلال كنتي سيريدا بش نتواجه لجليتنا التونسية نحب نعرف بش يوصنهم إن شاء الله قريبا الفيلم هذا بش نجمو يشوفوه نحن نضينا عقد الآن مع موزع فرنساوي اللي هو اديسيون موبرناس والفيلم إن شاء الله مبرمج فيه فيفري مش يخرج في فرنسا وفي كامل الأراضي الفرنساوية مش فقط في باريس كذلك مش يخرج في ألمانيا وعننا توى مفاوضات مع مجموعة اللي عرضوا في أمريكا خاصة أنه هو مرشح للجولدن جلوب إن شاء الله خلينا نقرب شوية الفيلم اللي تعرضوا وشافوه الناس وكان عنده صدى طيب يظه لي ماذا بيها ساعة نبدأ من رأي التوينسا فيها اللي شافوه شوف رأي التوينسا اللي شابده كان بداية من غدوة من سبعة نوفمبر هذا الرأي المهم اللي نحن نستنوه في الامتحان مش يخرج في القاعات ما فيه من ستة نوفمبر اللي صاره حدث هو الوفيرتور افتتاح المهرجان بالفيلم فالمتفرج ماهمش معناها بشوز الجمهور أكثر بشوز الجمهور بعد دونك الأراءة طبعا كانت إيجابية في معظمها لأنه بعض المختصين وخاصة النقاد وخاصة يعني اللي يحبوا أنه الفيلم يخرج من بالموضوع الأول اللي هو قصة الأم مع ابنها إلى مواضيع سياسية أعمق وأشعب وأصعب يعني أنت انطلقت من المرأة التونسية اللي مشيت تلوج على ولدها ولدها فيها هذه هي قضيتك الأساسية مش الإرهاب ولا 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 سوريا لكن الأكثر انطلقت من الجانب الإنساني معنطها وتسفير الشباب بالضبط يعني هذا هو الهاجس الأول لأنه من البداية مع ريا العجيمي اللي اكتمت معها السيناريو قررنا نبعده على كل ما هو تسجيلي وثائقي لأن نشرات الأخبار فيها ما فيها الكفاية الفيسبوك فيه ما فيها الكفاية الصحف اليومية والأسبوعية والشهرية فيها من التحليل ما يكفي فالفايدة في أن نغوص كذلك في فيلم تحليلي سياسي عن البعد سواء كان عن الإرهاب أو عن سوريا أو عن نظام بشار أو إلى آخره لأنه الأفلام اللي هي تتعرض إلى مواضيع ساخنة مثل هذه يلزمها وقت ويلزمها يبعد شوية فبعد خمسة عشر سنوات ممكن نعرف الحقيقة لأما حتى حد الآن وحتى محلل ما ينجم يعطي بالضبط ما هو الوضع التحالفات مع روسيا والصين وإيران مع بشار يعني حاجات تمام حاجات اللي تتفهم بالمرور الوقت فعلشان أنا نحمل الفيلم انتاعي اللي هو فيلم يعالج قضية إنسانية وإنبيرسال نحملها ما لا يمكن ثم أنا بصراحة لست مختص بالأمور السياسية قدر ما أنا مختص ببسيكولوجيين تاع البرسوناج قدر ما أنا نحاول نقرب الموضوع لأنه إحنا تونس كما ببرشة بلدين وحتى في أوروبا متعرضة لهذا الخطر خطر تسفير الشباب إلى الأراضي الساخنة يمكن توا سوريا غدوة تطلع مكان آخر البارح كانت أفغانستان لهذا أنا ما نحب نركز على سوريا لأنه سوريا ظرفية لكن ممكن أن يقول لي الاختر في مكان آخر نهار آخر وناس يقول لي مش تقنع وت... بالإضافة لهذا الشباب اللي مشاه يعني ما حبيش فقط نحمله ونعطيه زادة أسباب نهائية ونقول هاي الأسباب اللي هي خلات السفر لأنه في أسباب متعدة لو نعرفه ثمة رومانسية عند الشباب اللي كي يمشون ديما الأراضي اللي فيها الثورات نتفكروا مثلاً في إسبانيا عام 36 عام 1936 نتفكروا في السبعينات الناس مغرومة بشي جيفارة في أمريكا اللاتينية نتفكروا في 48 الشباب من العالم العربي يمشي إلى الفلسطين لما تكونت وقتها إسرائيل وحتلت ودخلت برشة شباب الرومانسية متاحهم مش هاو كذلك يقاهم يعني فهي مش جديد تسفير الشباب المشكلة هي الإرهاب هذا هو الجديد الظاهرة الجديدة اللي هو الإرهاب فأنا يعني حطيت الكاميرا من هذه الزاوية يعني البحث عن هذا يعني كوش عليك ما حبيتش الفيلم ما حبيتش تعطيه متحدود حبيت تخليه مفتوح حتى اللي يشوفوا يمكن بعد سنوات أخرى ينجم يشوفوا من زاوية أخرى ينجم يرى فيه أشياء أخرى بالضبط يعني هذا هو ما يسمى بالفيلم يبقى على طول لأنك تعالج قضايا إنسانية وحاولنا بقدر أن نبعده على الوثائقية والتسجيلية يعني عملها مثلا عيوش في فيلم يا خيل الله فيلم جميل جداً عن الأسباب الحقيقية لغسل كيفاش يخسرونهم قدم غدهم والشباب كيفاش يبعطوهم للإرهاب فيلم معمول جيد وجميل جداً لكن هذا ليس موضوعي أمد نحكيو شمية على الأيام قارتاج السينمائية كمتابعة للأيام وإحنا اليوم الإختتام باش تنجم تخرج لانسيب علي تخرج بيه رأيك ككل مع أنتك النجم والله رأيي أن المهرجان وفق في اختيار الأفلام وكل عادة البرمجة كانت جميلة جداً وبرمجة غنية بأفلام جيدة وما أحسن ما ثم فنفضل نخلي هالفكرة الإيجابية على المهرجان كنقعد توا نخرج في عيوب المهرجان يعني ثم نواقص في التنظيم وهذه الناس كل قلتها وحتى يعتقد حتى المسؤولين على الإدارة يعرفوا أو حاسين بهذا النقص وإن شاء الله في الدورات القادمة يعني نصلح على الشيء يعني يكونش عليه الاهتمام الكل مشاه للنقاط هذه للتنظيم لكن العمق متع المهرجان والأفلام يمكن الكريتيك مشاهدت أكثر الجانب هذا وذي نجم يفقد حتى المهرجان يفقد قيمته المهم أنه اللي يعمل قيمة الفيلم هي الأفلام والجمهور هذو من الثلاثين متوفرين فهذا عندي أنا هم التقييم الحقيقي من الفيلم المهرجان الناجح هو اللي يوفر على الأقل الحاجتين المهرجان النجاح الجمهور متواجد ومتعطش ويعني ازدحام وكل عادة يعني شغف وعطش للأفلام وثاني حاجة أجمل وأجيد وأجود الأفلام العالمية موجودة شوفت بارشا فليم استغلت بارشا فليم؟ والله أنا اللي هي بالأسبوع القادم يعني بعد نهري مش يخرج الفيلم في قادنا عم في اللافيش ونحذر غارق في العرس متاعي اللي هو الفيلم مش يخرج للجمهور مش يخرج في حداش نقاعة من غدوة يعني في معادي شو وين بالضبط نعطينا فكرة أكثر من ينجم ونشوفوه؟ والله أولاً في تونس يعني في الكوليزي، في البرناس، في البلاس مش يخرج في المنزة، مش يخرج في الحمرة في المرسة مش يخرج في الأجورة، مش يخرج في سينيفوغ في الكرم مش يخرج في السفاقس، مش يخرج في بنزرت، في سوسا، في نابل يعني وفي داخل جمهورية هناك سوسا، سفاقس، بنزرت ثم بعض العروض اللي إحنا مش نمشيولها الجسرين، وجابس، والقروان إلى آخرين فإحنا مش نحبتهم معها حتى الجليتنا زيدا كما كنت أحكي لي مغبيلك بشيكون عندهم موعد معاه بشي نجموا يشوفوه ويحكموا عليه لأنه يبدأوا يسمعوا هكا ويشوفوه على الوطنية في المتابعة لأيام قرطار سينمائية لكن الفيلم كيمشي لهم زيدا عنده قيمته معنا لا لا مهم الفيلم يعني أمضينا العقد مع الموزع والفيلم في فرنسا مش يخرج وفي أسبانيا في ألمانيا مش يخرج وإن شاء الله عندنا برامج أخرى في أمريكا والشرق الأوسط طبعا كله مش يخرج لأنه عندنا عقد وهذا خاصة بحضور هند صبري في الفيلم هو اللي يوفر توزيع للمشرق العربي وأول مرة الفيلم تونسي مش يخرج على نتاق واسع في لبنان في الأردن في مصر وفي الخليج شكرا بالتوفيق سيريدا أنا مش خليك كلمة الخيطين مش تواجه للجمهور العريض اللي بشي يشوف الفيلم زهرة حلب في تونس وخارج حدود أرض البطاق شو تقول لهم على الفيلم في كلمة معانتها سمعوا برشا مننا ومننا برشا كلام لكن انتي شنا هو تقول حاولوا باش تبشيوا بقدر لمكان الفيلم ولو أعجبكم الفيلم خليوا المحيط اللي هدارين بكم يمشوا يشوفوا الفيلم وأهم حاجة تناقشوا مع أولادكم خاصة الأولياء تناقشوا مع أولادكم وابناتكم أروا مهم من نقاش وإذا كان ثم مشكلة في الإرهابي نجم يربح لأنه مثلا ماش برشا كوميليكاسيون تواصل بين الأب وأولاده والأم وأولاده صحيح شكرا لك سيريدا شرفتنا مرحبا بيك مره أخرى شكرا مواصلين مع فقرة أخرى مساورة مع عدل جعفورة نشوف الفقرة هذي من بعد راجعين في البلاتون بعدها نسقيس مواطن بالمهجر كان يعيش في فرنسا عنده الكنسابتاتي كنت عندك المؤسف في فرنسا غادي كنت عيش البرى جيت لتونس حبيت تجيب العقلية لأوروبا اللي هي الطاقة البديلة تختم دوني نورم قبل ما ندخل في الموضوع لطاقة البديلة كل شي عطينا تفسير فوتوفولتايك سعاد الفوتوفولتايك هو خلينا نعرف وشو معتها فوتوفولتايك ثم دو تيرم في وسطو ثم الفوتو اللي هي دو غريك لالوميار وثم فوتوفولتايك معتها فولت إليتخيسيتي سي كابسيتي أثكي البانو فمثني يقبلوا الطاقة متاع الشمس معتها اللي هي لالوميار متاع الشمس وتردها إليتخيسيتي واللهي أنا من اللول فركست على برشة شركات معتها أنا عندي زوز مشاكل بالنسبة لأي أنا المشكلة الأولانية إنهم ما يقوليش سطاح متاعي على خاطر سطاح متاعي صارف علي برشة فلوس باش نعمل الإزولاسيون باش نسخانة والبرد وزيد فوق من هذا حشتي برندمان معتها حشتي تكون البانوات اللي باش نركبهم يعطيوني لأكثر طاقة ممكنة باش نجر نتحصل عليها أنا ونربحها شفت برشة شركات و... ما شخفت أنت يا مصطحة قلتوا جمهولوش؟ والله مصطحة لخاطر تواكف هذو ماتيرين كيما تشوف أنتو مرزين وفم حديد وسيمان وبني وخدامة بشتمشي وجيه على ساقيهم ويهلكولك بسهولة تامة مع توقيسو فيه هذيه هو سلاح نذو حدين كي تعمل إزولاسيون هذين بتاعريح إذ إلفاء عملت نقبة صغيرة تتعبى بالمات والي الكارثة نحن باش نوصلوا ليجا نركبوا الـ..."La puissance، نلقاو قداش يلزم معتها «لدىرذية، الفيصانه اكزاكتنا نعملو دي راساة ناخدو the consومation متاع силوت في مراد نمشيو أوبري دلستيجو ونطلبو لإستوريكو د Consومation عمتها باش نجمو نعمو ديمانسيون من عنا بيرو دهتюد قداش ديستاهلكوه وقبل في الفطور تضاو العادة؟ يزمن كنا عمده انه نباز معتها د consومation بعد ذلك الانتخابر يجب الرواية التوى الوزق يجب أن يقبل الرواية الزقام تبقى التي تشاركهم يجب ان يكونون تلسل تقل نواب ل commented on the southern يعطيك الصحة لانتخابر الرواية تقبل الفتوولتايك يجب أن تجعل نواب تقبلهم الى البطاية يجب أن نقضي الناس نحن وقت نحطو لبانو أمام لسول لوتا فوق الدالة ثم لزبستاكل لترافق إنه جميكون غفونا ذي إنه جميكون السجراتيك إنه جميكون الجار إنه جميكون معتها بزير فاكتور كي vont معتها بسي لرنمان حاجة ما تغليش شمس تتعدى للسطح انتي يزبك شوفا لحال نحن الحال ذي اللي قناه مع سيلوتفي اللي نطلعو لإنستالاشن نطلعو لإنستالاشن نحن 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 فهنا نشاء العمل لترافق ونحن هنا نحن رسم له نحن الاتفال ونحن نحن الاتفال بالضيئة اوضح تلك خلالات درافق ونحن نحن ماركة الأساسن وشاء بشيء كيف حدث تجاهلان؟ من المعرضنا بقيمة 4 سيما حال, نحن نحن الواندولير هل نحن ترمون بديو الواندولير هو هو مطار لع Muttaور يخبير البانوات ت values الانتخار واللغة الإسجgeois players الانتخار والآخرين يعمل أو أي أنه لم أغفل أي صفظة المهائة لا تتحب للمهائة هذه المهائة بأكل أكثر ومن ثم أكثر أكثر ثم يوجد المهائة تسعب بثوث تسعب في وكثيرة د snippرة هذا المهائة وهناي في هذا الافحيح هنا هم انظلم أشاهدوا في الأendre الشيخ يظهر أن المهائة في نهاية المهائة قاعدة يصنع الضوء. لذلك كان من قاعدة تمشي. وهنا نمشي وهنا نريد بها. اليوم ننتخي. نشوف اللي من السباح طوى 11 و 30 متع السباح. الانستالي عملت 9 كيلو. 9 كيلو و 800 كيلو. فاتورة اللي فيدي طوى. ووليت 1000 فرنك. هذا 1000 فرنك هذي. ودايار هذي صارت لي عليها نقطة كي مشيت نخلص فيها. صار. انا كنت شادد الصرف معايا جميعا. في استيق. وناس عندهم فاتورات بـ 300 و 400 و 500 دينار. قلت لي لمرأة 2000 فرنك. الناس كل غزروا لي. قلت لهم منين عم. 2000 فرنك. زوز دينارات. الصرف لوراك استغرب. ايه استغرب. تصوف لي ورايا. فازلت لهم. قلت لمرأة نركبت الطاقة البديلة. عاك تشوف. معناتها. كنت قبل نبدأ نرعش طوى. رلاكس. الضوء كله يشعل. معناتها. واحد ما عاش عنده مشكلة. ما عاش عنده ما يخمم. خاطره الطاقة يجيب فيها من عنده. ويجيب فيها من داره. انتي استثمرت في الطاقة. القيت من بعض. اينا اكزاكتما. استثمرت في الطاقة. نتفرش. ما عاش نبدأ نعايت. ونجري على الصغار. ونجري على المرافق. شاعل. شاعل. يسكر. ويسكر. قبل ما نعمل. يلزم نشوف. لماذا المواطن يستهلك. نحن نعمل دوره. نشوف. انا ويجيب في الطاقة. نشوف. نشوف. الاستهلاك. ما تيزر. عنده. معناتها. قديم. أمبوب. نحاول. نعطيه. كونسي. باش. يخفف. على الفاتورة. ونبعد. كنحط. نحط. معناتها. 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 ونحن نحن نفع عن تذل. نحن نحن نحب. حتى معنصت. معنصت. ما عدا. ما عدا. عليه الصالتفي مرات. على فكرة. كان يشوف. عنده. شوفاج. وغاز. يعطيك الصح. يمشي. به الصعب. عنده. البرجيت. بالاقص. الذي يوجد. عنده. يحب يبدل. الغاز. يحب يبدل. إلكتريك. ترجمة نانسي قنقر 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 وإلا نحبه نعرفه قبل كل شيء قديش تتكلم لا لا وذكر عليه أنا قلت نعود برهو يدفع 188 دينار كل شهرين بشو يتمتع بالركيبمون هذي الكلو مثلا واحد فاتورته 185 دينار كل شهرين يساعده هو بطبيعته 185 دينار كل شهرين يدفع فيه الاستيك بشو مااش مش يدفعها الجملة بشو اللي يدفع 188 كل شهرين اللي فاتورته مثلا 276 دينار في الشهر في الشهرين بيدفع كذلك 188 دينار نونك مشو بالكلوات احنا بكلهم الدولة مدعمتهم بثلاثة ملين عبد الكل هذو ما اي فاهمتك باي شوكرا لك عديك صحة لازمنا نرجع له سيجاه ذرا انتغيسان بارشا وازمنا نرجع شوكرا لك باي كميل مرحبا بيك ماروغرا مرحبا بيك عايشك كميل زيدي رياضي تونسي مقيم بالضبط ومدرب في بولونيا في بولونيا ومدرب بتاع الكات البال اي لازمك ساعة من الول خلينا نبدأ نتعارف عليك أنت قبل كرياضي وخديت برشا مرياضة هذي ألقاب وكل دونك حكيني حكيني شوي عليك خناحكي أنا كميل زيدي تونسي مقيم في الخارج منذ سبعتاشنة سنة كنت لعب في تونس في الجنباز وفي الكونفو بعدها جرت البرى كملت سبور عن طريق يعني عن طرق صحية زيت قريت غادي سبور ومشيت فيها يعني لالاخر أما بدلت معاش نعمل في الجنباز وليت نعمل في الرياذة ذي كالكات البال خاطر كمشيت غادي حبيت اللعبة ذي كالكات البال ولكات البال كمل زيدي هو أصله كلاعب كالكات البال وكمو دربون تاع الكات البال كمي أبضبت وكات البال الكات البال هي اللعبة أصلها روسية انطلقت من روسيا يعني من الجيش الروسي يدرب فيها الجيش الروسي ومعادركم الجيش الروسي وقوة الجيش الروسي في السبعينات يعني هي أصلها كتشوفها يعني مدورة كأصلها من قضايا في الحرب وكل واحد وبعد كي بدأوا بشوي بشوي عملوا لها يعني القبضة تعليد دنتها يعني غيروه عملوا فيها موديفكاسيون والتي كلعبة عالمية وبعد اللعبة ذي مشيت لأمريكا وتشهرت غادي في أمريكا يعني ولو يترينوا بها حتى المارنز الأمريكان ويترينوا بها مثلاً انتع كورتسلة ويترينوا بها انتع لعب القوة في أمريكيا وبعد رجعتوا لأوروبا كي رجعتوا لأوروبا ذي في السبعينات عملوا لها بطولة في أوروبا بدأت من روسيا زيدوا بعد انتشرت في أوروبا الكل في ألمانيا إيطاليا بولونيا أوكرانيا أوروبا الشرقية الكل حتى مشيت لباكستان فغانستان الهند واللعبة ذي يعني درجة يعني ومعروفة في أوروبا عليها وانتي هوني حبيت تعمل جمعية حتى تدخل الرياضة هذي لتونس ويفهموها أكثر اللعبة ذي حبيتنا ندخلها لتونس علش لا تبقى يعني تونس يعني خطرية في الأوطان العربية كل ما هيش موجودة لكات البالة ذي وهي لعبة يعني كما قلت لك على عالمية وها هوني نشوفوا أكثر السور هذي خلي نزيدوا نفهموها أكثر ولعبة ذي مثلا في التدريبات ذيك التدريبات يعني قبلنا نمشو الكاس العالم في تورينو خطر كاس العالم في تورينو وليتونس ولا بولونيا ذي بولونيا ذي في بولونيا الكاس العالم خطر كغير ما عندوش يعني جمعتين من اللي وفاة في تورينو في إيطاليا وذي في التدريبات مثلا ذي صورة في التدريبات خطر هي فيها تدريبات يعني شاقة شوية أما لعبة فيها يعني 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 هي تجمع بين اللعبة الجماعية واللعبة الفردية كات البالة خطر ينشتوا فيها زيادة مثلا قولوا ابنات وولاد فهمت غادي فها يعني بطولة للبنات وبطولة للولاد وفها هي أربع اختصاصات كما قلت لك وفها الاختصاص الرابع هما يعملوا به لانيماسيون والانيماسيون يربطوا به بيه يعني كيم قولوا يربطوا به حتى يعني لانيماسيون يعملوه مثلا في الافتتاحات نتعال العاب ويعملوه يعني حتى لانيماسيون أظم الشهيد نتاعي نتاعي عندي يعني سرتفكات في الطب أنا أصلي يعني خاطر عندي دزيان دجري في الطب الرياضي الغلائي والطب العادي هذه معها الجامعية نتاعي هذه حركات من الحركات اللي كانت البال وإن شاء الله يعني يعني كما قلنا اللعبة ذي تندرج في البطولة التونسية عن قريب وخاطر هي عندها شعبية ويمرسوا فيها يعني غادي بكثرة وفي تونس وني عرفوها رياضي هي والله هي ما هيش معروفة برشة أما البره معروفة بلقداب بلقداب برشة ومشهورة بلقداب 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 المسكيلاسيون في الدار وما تمشيش لسالة المسكيلاسيون خاطر هي الكاتل بيل كما تشوفها دي تبدأ الوزن انتاعها من 6 كيلو في الحجم خاطر الظومة هي بروفوسيونالة دي لونها أصفر يعني دي توزن 12 كيلو وحتى تبدأ في الحجم دي وهي توزن 80 كيلو ما تبدلش في الحجم انتاعها الكاتل بيل ودي الحركات هذه حركة تكنيك تركيا ما هي اسمها التكنيك تركيا مدرجة في الكاتل بيل فها برشة حركات وكما قلت لك يعني مشيت لامريكا وبعد رجعت لأوروبا كي رجعت لأوروبا في السبعينات عملو لها بطولة وتوى يعني تنشط يعني وعندها البطولة انتاعها وعندها جمهورها وفي تونس انت توين وصلت في الجماية اللي قلتش تكونها بالمرحلة وين خلطت بالمرحلة بالمرحلة أنا أول ما ترقت باب وزارت شباب ورياضة مشيت حبيت يعني كأيوها رياضي حاب يعني يعمل ويندرج يعني سبور جديد في تونس السلط غادي الحق انت عرب يعني فهموني وبستولي القانون كيفية يعني مش نبدأ وفرحوا يعني باللعبة دي برشة وفرحوا بها فهمني هذه مثلا كي نمشي هذه في الحمامات على بحر الحمامات عليها قتلك هي تجمع بين الاسبكتاكول هذه الاسبكتاكول انتاع حتى كي نمشي لبحر الحمامات هي روسية وعند نحن سياحة برشة يعني يعني مركزين على السياحة الروسية والبولندية وهي لعبتهم هي يعني مثلا من اللعاب المفضلة انتاعها يعني كنمشي نعمل تدريبات وديمان يعني يومين نعمل ساعتين على البحر الحمامات غادي حاطة لتوريس تيجوا يفرحوا كيشوفوا الكيت البال يعني في الحمامات يعني مصابه احنا نعملوا يعني يعني كمغرفاء نسرعوا ونعملوا احنا عنا سياح روسي يجيون لتونس بتباعة احنا مركزين تواع سياحة الروسية وسياحة الاوكرانية عن اوروبا الشرقية دي خاطر هي لعبة قد كي هي لعبتهم ويحبوها حتى في النشاط السياحي فهمني فهي برشة حركات يعني كتشوفوا الحركات انتاع الكاتل ونبعد ان شاء الله في البلاتول ينبعد ونحكيوا على السوق الروسية زادها ونبعدوا شوية مع السيوجين بتاعتك كذلك ان شاء الله نحكيوا علاها وندخلوها حتى في النشاط السياحي والكاتل باليد خل في النشاط السياحي في تونس علش لا شنو ممكن تضيفلنا الرياضة هذي حدي خمنتها ويحبي يتعلمها قديش ساعي يحب له بشي تعلمها وشو ممكن تضيف له والله تبدأ كما البداية كايوها رياضة خطر ما يتعلمها هو كي يجي كي يجي ويمرس الرياضة هذي تتحب في سعر الرياضة هذي خط الرياضة هذي اصلها هي صليد كمريد فهه برشة سبكتاكل يحبوها تجلب الناس حتى كنمشوا غادي نعملوا اللي سبكتاكل تجلب برشة ناس حتى منظنوش نحنا في تونس منفتحة اوروبا يعني كما قلو بوابت اوروبا وبوابت السياح الاوروبية واحنا نحبو يعني ما نحبوش نقول انقلو نحبو نعمل اوروبا ما نشه نقصين حتى شي يعني بيش نعملوا الرياضة دي في تونس وعليش ليا فمتين نبدوها في تونس وان شاء الله يعني تجلب بنا يعني ان شاء الله مرة يجي تحكي لنا على الجمعية ان شاء الله تتكون الجمعية ان شاء الله علىش لي فمن خطر يعني اللاخين في الوزارة شباب الرياضة يعني مبسطونا لأمور وان شاء الله نبدو في الاجراءات القانونية وشانا نحكو عالجامعي المرجع وعالجامعة شكرا لك شكرا لك على وجودك وحذين عهد المقسيم الرخرى شكرا لك بش نواصلو تاوه مع لقاء مع الفنين المهاجر صالح الصحيح روبرتاج قنبي وديع برحوم صحيح من فنانين المقيمين في باريس مرحبا بيك أولا بيكم يعيشك بركلوفيك سوادي هات الساعة نذكره أستاذ المشاهدين لأنك انت غبت لسانوات على الساحة خلي على قل تذكره نوعية لغاني أو الأنغام اللي كنت تتغنى بها فينت وجدت قبل الخروج لباريس أول أو الكاسات كانت كاسات مش حتى سيدية يعني عام 97 كانت كاسات من نوع التراث شوية غاني خفيفة توزيع صديقي مونير الغذاب نبلغ له السلام بالمناسبة ومن بعد عملت كاسات أخرى اللي هي في اللون الجنوبي التراث وكاسات أخرى كيف كيف يعني نوع متنوعة وانقطعت على الفن اللي مدى حكم جيت لنا لفرنسا بتوى مدة 15 عام بشتغل أساساً الألغام التراثية متع جيد التطوين والجنوب بشكل عام والله مش مش بالطريقة هذيكة ولكن وقتها ما كانتش الفكرة كان في الأغاني الجنوبية ما ثماش شعراء يعني ما ليش كلمات اللي هوما لون آخر بتوى بصراحة بسمى مثل يقولوا العراء يعلم الخياطة الغربة خرجت برشة حاجات دونك عملت حاجات جديدة من كلماتي وألحاني مواضيحة يعني في العوالي متاع الغربة؟ الغربة في عندي زوز عغاني تحكي دي جاء على الغربة وضع المثقف ووضع الفنان في بريز اللي هي عاصمة النور وعاصمة الثقافة بمتياز ساتون دبيان يعني مباهي للسؤال متاعك في بلاس وسواديع يريت جيتهم من زمان لأننا مثقفين برشة لهنا ومهمش لقين رواحهم يعني في الريمون مش لقين تشجيع ثم دور ثقافة ثم مي ناقص دي ما ناقصين يعني التواصل بتونس ونحن الفريسة رائلة هنا والعقل دي ما في تونس هذي مما لا شك فيه هذي كبلادنا وما دي بينا نسمعوا دي ما عليها كان الخير سواء أمور فنية سواء سياسية سواء أمن سواء وإن شاء الله ربي يسترنا مرش بتشوفوكش موجود على الساحة في المارجانات في العروض الثقافية يعني يبدو لي بطيت شوية بطيت برشة مش شوية وإن شاء الله بقدرة الله نوعد جميع محبي صالح صحيح بقدرة ربي عن قريب بحول الله رجعت أنا روحت مواد سبتمبر اللي فات واستقبلوني الحق اللي ذاعة متعتاة توين عديت زوز حساس وعرفت يعني بالجديد متاعي وإن شاء الله بحول الله في أخر مارس ولا مواد أفريل وحول الله ونقدمو لهم الجديد بإذن الله سامير عليك وإن شاء الله تجيب أحدنا لتونس ونجيبوك للبلاتو تكون ظروف تقنية خير لكن هيت نسمو ولو طالع نغم من ألغامك الخاصة ثم أغني تقول في أتمني وجداش يا غربة في أتمني في أتمني والرأس شاب وما بغيت تحني ممم ومم في أتمني وجداش يا غربة في أتمني وجداش يا غربة في أتمني الراس شاب وما بغيت تحني وقداش يا غرباء رجالي اخذيت وقداش يا غرباء بيوت خليت وقداش يا غرباء ذنوب جنيت ذبلت كفوفي وما شافو حين وقداش يا غرباء تحية مجددا لكل مشاهدينا ولكل جاليتنا لخارج حدود أرض الوطن بحثينا كذلك مواطن تونسي اخر مقيم بالخارج بحثينا في روسيا بحثينا سيلوتفي الكبير مدير عام شركة سياحية مقيم 30 سنة في روسيا مرحبا بيك سيلوتفي مرحبا خلينا تعرف عليك أكثر سيلوتفي نعرف عندك 30 سنة في روسيا شركة سياحية هاشتيال هكا شنو الميدان مع السياحة وشنو بالضبط متعة هذا صفار ماذا بينا تعرف عليك أكثر من خلال إقامتك البرا في روسيا والله نحب نشكركم أولا على استثافتكم وإن شاء الله نجيب الإفادة للسادة المشاهدي بالفعل أنا سافرت لروسيا عام 86 كطالب كمل دراستي وفتحت شركة أسفار من عام 92 ونحاول نجيب السواح الروسي توأحنا كي بش نحكيه على السوق الروسية يمكن لازم ينبدأ من فكرة سائدة هو صحيح كانوا السوق المصرية والسوق التركية تجلب أكثر السياحة الروس والسوق متعنا أحنا كان نقارن وقوموا بمقارنة وين بالضبط؟ والله في الحقيقة قد يسر أنت حتيت صبعك عدال خطر اللي حكيت عليها أنت هو واقع ويأسف في نفس الوقت خطر كنجيين شوفوا الانفرستركتور متع السوق التركية ولا المصرية منجموش نقول أن تفوتنا أحنا كان فرستركتور عن السياحية في تونس لكن كنجيين شوفوا أن التركيا تجلب حوالي 3800 في البريود العادية من السواح الروس ولا مصر 3800 ونصف وإحنا من 95 إلى يومنا هذا يعني حوالي فوق العشرين عام نقاعدين ننكركر سمحني في العبارة في الحكاية ماكسيموم اللي وصلناها ولو أني ما نؤمنش بالستاتيستيك كذية معناها حكاية 270 ألف إلي كان ما ناخذوك شبعاً لعنتبار السناء ما عادت تتصور أقل من هكا معانتها لا في الحقيقة يعني كهو الرقم أو الرقم بيدو لا لا خلينا نركزوا على أن السوق الروسي السوق ياسر إيميتار و تريز أمبوردونت وكانت نجم نسينا في الأسواق اللي عاملة تراجع واللي قاعدة ديما تبيع وتشري مع البلاد الأسواق الكلاسيكية الأوروبية لكن لنحب نقوله بصراحة أن السوق الروسي كانت ديما مهمش ومأمنوش بها في السولات التونسية وعليش؟ كانت الحاجة الأولى أنها فما مصلحة فردية حذرت في العهد القديم خلينا نقوله طول السنين اللي فاتت ما التاسعينات لزني دوميل وكل شيء أنه فما الأسواق الكلاسيكية فاها حضور نقوله الأسواق الكلاسيكية الألمانية الإنجليزية والفرنسية فاها حضور ومصلحة جخصية متاع الناس اللي شهد السياحة هنا يعني ذك عليش الروسيا كانت ديما سيقوندير وكانوا يذكرون ديما كاروت سكور كي تصير تراجع في الأسواق الكلاسيكية هذية ولا مثلا تذكروني في أحداث جربة في أحداث كالكو كريزة بشكل بعد لكن ما أتأكدوا اللي كان صارت فيها دراسة وصارت استراتيجية طويلة المدافع السوق الروسية كانت نسي في الأسواق الكلاسيكية هذية الأوروبية كانت ديما تحقق تراجع وبرغم التراجع ديما قاعد نصرفه في فلوس في الفارغ بالنقرية الفلوس هذي كتتتسلف الدولة بالدو فيزو بالبرسانتاج وشي قاعد نصرفه في الأسواق هذية اللي قاعدة تعمل تراجع اللي في الحقيقة يعمل معنا فهمة كونترديكسيون في الحقيقة أنت بلادك مش في حالة معنا بجتسرف فلوس نمبرتكوا وتسرف في أسواق ماشي قاعدة تعطيك في الفيتباك وقاعدة تجيب لك في السواح وأسواق اللي كانت نجم تعطينا أكثر ما همشينها ونسينها كم السوق الروسية يعني شو ما مكنت تعطينا السوق الروسية بالأخص اللي فهمة انتباع كونه نتفقوا على أن الحاجة الأولى اللي تجيبوا تتحسل عليه على أولا سعر وقالتو دو سيرويس هذه معناه دون في التهورية لكن هذه اللي قلت عليها هو نتيجة سياسة ونتيجة تصرفات مع السوق الروسية نرجعون نتفقوا أن السوق الروسية معناها وروسيا الفيدرالية 140 مليون يعني كالكوبي أوروبيا أوني اللي كان خدمنا فيها كومي الفو رانا كيم نقول لك نساوي بعض كثير من الأسواق الأوروبي الحاجة الثانية فهمة عشرين مليون ووياجور ريس حتى سي أنسيبل معناها مقولش حاجة كبيرة يعني لسنك بورسان نضع تندر لسنك سون ميل ولا لسات سون ميل اللي حاجة نبيع لكن ما القريسة ما فهميش عليش على خطر ونزيدنك بحاجة أخرى أنه روسيا تسعة بروج زمانية كدي تسعة بروج زمانية فها تعبع جغرافي مختلف وذي خلينا كان سي أنوكسبلات روسيا تخلينا نخدمه دوس يردوس احنا ما نشكلنا مع البرتنير بتاع الواتلاجيل يقول لك أنني جايني شهر شهرين في السيزان بسوقك روسيا ما حاجتيش بيك لكن إلا كان فهم كرياسيون دولة دومون فهم الليماج متاع البلاد تكونت لغادي في مناطق كثيرة في روسيا نخدمه دوس يردوس يعني احنا بش نخدمه أكثر السوق الروسية وتكون عنا النوعية اللي احنا حاشتنا بها شنو ولا لازمنا نعمل وشنو ماليزيتاب اللي لازمنا نخدمه عليهم شوف في أي برنامج ولا بزنس بلان ديما مانيش مش نتفلسف ياسر ما يجيب حاجة جديدة فما مكرو بروغرام فما ميكرو بروغرام يعني وسائل والحلول عجلة وحلول آجلة المشكل اللي كان حاضر في السوق الروسي عمرو اللي كانت فما استراتيجية طويلة المدال الحاجة اللي لقواه كانت تطور وكانت ديما بوزيتيف من قادة تجيب في السواح بالرغم للأخرين عمي الرغريسية عن الصور هذه ممكن زدا نعلق عليها كانت تحب سيلوت فيه هذه في فوروم ايكوناميك في كل عام تصير في شهر ديسمبر في سان بيترزبورغ ويكم بريف معناها السياحية هذه تسويق مطار انفيذة في جمهورية بلاروسيا هذه مع مفتي مدينة سان بيترزبورغ ونائب السفير الإيراني مدينة مع السفير العماني في روسيا ومفتي مدينة سان بيترزبورغ يعني رحلة كبيرة تبارك الله تلفيين سنة في روسيا خليتك يمكن الخبرة وتفهم السوق الروسية كما يجب وحتى من الميدان العمال متاعك نرجع للموضوعنا اللي كنا نحكيه فيه كنا نحكيه على استراتيجيا ما نحكيهش على السياحة اللي في آخر لحظة نحاولو بش نجيبوه يعني الاستراتيجيا هذي عند قواعدها لازم تتبنى عليها هذا هو الواصل شوف أنا خليتك في النقطة أنه السوق الروسية خلوها مهمش وما حبوش يعمل فهم حتى في سيسمو كان ديما في البنسين تحهم وفي أفكيرهم هي جاي وحدها ديما تعمل في بروغرسيون بوزيتيف أوكي يعني جاي وحدها مغير ما نصرفه لكن الغياب استراتيجي طويلة المداء خلت يعني تعرف دي باع معنا روسيا مع تونس بالرغم خلينا نستعمل عبارة روسيا والسوق الروسية كان تريبون مع تونس يعني شو معنا جاءوا وقتلوا غابوا الأخرين وما القريب أنه الإعلام الروسي كان ديما بوزيتيف معنا الرجال السياسي الروس كانوا ديما معنا مع عمرهم مع عملهم ورستريكسيون كي معملهم مصر كي معملهم تركي بالرغم ظروف البلاد كان في وقت لوقات ما تسمحش لكن التعاون معهم كان كبير لكن مالورزمون كي من قلت لك فماش تراتيجية طويلة المدى وما فماش يعني في السوق هذي اللي هي 3-3-3-3 كانت فم خدمة على قاعدة كانت نسينا في عدة أسواق أخرى يعني وما عناش يعني باش تكون مصر خير منا ولا تركي لكن مالورزمون لحد الآن ماش مؤمنين بها وكانوا ديما مستعملين كاروت سيكور يعني بالأخص في القطاع السياحة حتى على أقل يستفيدوا من تجربتك معنى تها والله لأسف ما نحبش نتكلم برش على روحي لكن كنت أول ما فتح شركة أصوار يعني كاتوانس من عام 92 وبين قوسين حتى ميسيو بوتين هو اللي عطاني لأجريمون تاع شركتنا طليل كان سامبل مسؤول في الميريم تاعنا سان بيترزبورج وفي الفترة هذيك الكل واني نخاطب نكاتب جبت صحفيين عرفت طول صغير وغيره لكن نفس الحكاية شنو المساج شنو تحب تقول لهم لليس معنتها القايمين على الميدان السياحي ككل شو تحب تواس شوف أختي يسر ما فمش عن المليادون يساء لبرش عنا ناس مستعدين حرفيين حيرفيين في روسيا مستعدين يخذ مستقر التونسية طلب على تونس وغيره التي تحب تطيرها ويأتي لخلط هناك مستعدين بين الحرفيين بالأثير سوف يخدم لكل هذه مستعدين لماذا تحضر التونس لا يوجد دائما عن تونس لا يوجد تونس لا يوجد تونس لأن أستمر مدى تونس وطيارات تجيني مشيطلة بتركي وقالوا له هناك تونس عن خطريني عندي ايدي عندي تونس وفي الطيارة ولا في شامبر قارنتي نهز يعني يجب أن الدولة تصنع الماجنة من البلاد هذه اللي نتحدث هذا هو يمكننا مش نختم معك بالسؤال هذا احنا نحكينا على احنا كيفاش نجل بو السياح كيف نجل بدون نوعه سياح المنحبوه لكن السياح في حد ذاتهم الروس عامناء وماذا كانت تفهمى انتباه خايب خرجوا به من نوعات الخدمة ما عجبتها مش كيف الفكرة هذي زادك فش لازم تتسلح وحنا قادمين توا على موسم سياحي اللي نخدمونه من توا ومن قبل مع الاتحاق شوف تسر حب نقول لك حاجة تواحنا لكل زيكول نحن نقول لك روسيا روسيا نقضت التونس الموسم السياحي نزيد نأكد على حاجة أنه سنة دوميل ساتزا جانا أنكدو أنكدو بليش معناها مثلا كنجي نشوفه نقاو فيرلي سيسسان ميلة للجاول تونس مغير مسرفنا فيهم لكن يقول قايل انتي مدى بجاوبك يعنا واحدهم الفعالية معناها باش نعملون من قليتويد سيرفيس باش نخدم معناك البوشة ورأي والركمونداصيون معناني كان جو سيسسان العام جي جني ستسان ويتسان ولا حتى أكثر لكن القليتويد السيرفيس اللي صارت لهنا مش تخلي العدد هذكا مش يتيح كاتاسترفيكمون وزيد أنه تعرف تركيا راجعت ومصر على الأبواب مش يحلوها يعني مش يخلي وضعي تونس يعني تريك كريتيك إلي كان ما تصيرش نقلة ولا في العقلية متاع الصلاة التونسية ويعمل تريز يرجون معناها استراتيجية بعيدة المدى على استغلال السوق الروسي موش كاللي ميجو بوليس موسكو سان في ترزمور وبنسبة للخط التجاري انطلق جنو ممكن كل أفاقة ليفتح البحر الجديد والله هو صحيح وكل شيء يعاون حتى أي علاقة مع روسيا تعاون لأننا نحن نكونسانتر على التوريزم لكن الخط التجاري بيانسير فما تقارب اقتصادي وخاصة أن السوق الروسية معناها تنجم تكون مستحقة برشا لعدة دي برودوية معناها سيوان كان في لاحية ولا كذلك في روسيا وكيما هي زاد نستحقوها في مواد سيوان كان مواد تاقة ولا معناها أولية بالنسبة لسوق معناها التونس يعني تطفي نورمال مش يعاون برشا ويزيد يقرب منها بين دولتين خطر كما رشي الالترناتيفي يجب نبعد على الدبندانس متاع اللي كانت كلاسيك شكرا لك سيلوتفي يعطيك الصحة على حضورك بحضانة وانشاء الله ربي وفقك متبعا شكرا لك يعطيك الصحة مواصلين مع نغام دور الفورتي ومواصلوا في استقبل تغيوفنا مواصلين مع نغام دور الفورتي ومواصلوا في استقبل تغيوفنا موسيقى احلى كلمة في الدنيا أحلى كلمة في الدنيا نهديها وأحلى نغمة في صوتي نغنيها أحلى كلمة في الدنيا نهديها وأحلى نغمة في صوتي نغنيها نحب بلادي ونموت أنا عليها لا نحجر يوق ونخلي بيها حب بلادي ونموت أنا عليها لا نحجر يوق ونخلي بيها حب بلادي ازافع عليها ابني لأولادك و عيونك فليها حب بلادي ازافع عليها ابني لأولادك و عيونك فليها اليوم بلادك أمانة فيديك مسؤولة منك ومسؤولة عليك اليوم بلادك أمانة فيديك مسؤولة منك ومسؤولة عليك عيون العالم الكل علينا كيف طير الجرح تترصط فينا عيون العالم الكل علينا كيف طير الجرح تترصط فينا حيبني بلادك أمانة فيديك ابني لولادي أمانة فيديك ابني بلادك أمانة فيديك ابني لولادي أمانة فيديك دونس ليك ما تديديها يوعدني ما تخلي بيها يلي في الغربة ولليها دونس ليك ما تديديها يوعدني ما تخلي بيها يلي في الغربة ولليها يلي في الغربة ولليها حيبني بلادك أمانة فيديك ابني لولادي أمانة فيديك حيبني بلادك أمانة فيديك ابني لولادي أمانة فيديك وقت Shall we, Earth Together حيبني بلادك أمانة فيديك ابني لولادي أمانة台灣 امانة فيديك بالتأمانة فيديك حيبني بلادك أمانة امانة أمان وقت 띋T اشتركوا في القناة 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 نحن لم يكن لدينا فكرة إن شاء الله أعرف بالثقافة المطبخ الباكستاني وحب يتعرف على المطبخ الباكستاني أسئلنا محمد ما هو البرنامج اللي هم محظرين و هوني يقعدون في تونس و ما هو البرنامج اللي محظرين و باش يعرفوا بالأكل الباكستانية و هي تلقموشنا مميزتها الأكل الباكستانية هاو لقد من يميزتها الأكل الباكستانية كم كم أتعرفين في تونسيا لك هذا البرنامج؟ سونا 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 ما حلت الأشياء توجد في هذا المنطق؟ كل الأشياء، كل الأشياء، إلى مدرسة، تبعينا تبعين أجيب كتباً، فرسم 4.000 أشياء ترجمة نانسي قنقر 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 في تونس ويتعرفوا على الأكلة التونسية وحلو برشا هالتبادل هذا ما بين الثقافات والبلدين شكرا لكم تفضل شكرا مدام يوسر وإن شاء الله نشكرك على تحترنا الفرصة دية باش نعرفوا شوية بالثقافة الباكستانية والاركوجين الباكستانية ونحب ندعو المواطنين التونسيين إذا كانوا يحبوا يتعرفوا عن قرب وذوقوا المطبخ الباكستاني نجموا ونزيوا وقودوا لأحد الفضاءات التجارية كما قلت لك وسوغى ونديكستان معنى هلا ومتلون غضاء بشيكون ملحديش حاتش aynıربعة في أحد الفضاءات التجارية نردش نسك الوزن نعم ياسرください تريق بنزرت حي لا يقدر تلك شيء حي لا يقدر منك للباكستاني فترونة لتنزى وفضاء تجاري يلقون ومأكلاتها بها معنى تلك معنى أنواع أخرى لا وشوه ومفتوح للناس الكل ملحب للهما قد يحب للهم سيسا معنى معنى هو جيب شيعمل للخدمات شكرا على وجودكم بحظينا محمد شكرا طاحة يونس طاحة باكستان يعيشك شكرا لكم هكذا خلطنا نهاية حستنا شكرا الكامل للفريق نتلقى إن شاء الله الأسبوع القادم مع أهلا نتوز إلى اللقاء حوث لبرور في الوربا عديت أيامي درت البلدان كلمة حمور نشوف في خجالك في منامي نشوف في ذيابة عليك تفور نسات اللي إحنا ليك مالي من دماتك بناء وحصور ونسى وإخوانك وإخواني نرجع لك ديمة ديمة ونفرفت فرح منحرفي إزناقك نقديمة ما مبدأت البارح